ما بين العام والخاص والاحتياطي احنا الكلاود كمبيوتر في العالم تنقسم تبقى لطريقة بناءها لثلاث انواع وتبقى لطريقة تشغيلها بثلاث انواع طريقة بناءها اعمل كلاود خاصة كلاود خاصة وزارات الداخلية والخارجية في العالم كله ما بيشتغلوش على انترنت ليه؟ لان انترنت قابلة حتى لو واحد في المليون لأعمال القرصان اي جهة عايزة سيكيوريتي مية في المية لازم تاخد كلاود خاصة يعني ايه؟ مغلقة على نفسها طب الحكومة عملت ايه عندنا؟ لما الحكومة انتقلت ليه العاصمة الادارية الجديدة بقت حكومة تشاركية كل الحكومة بتتشارك في داتا بيز واحدة حلو فرحوا عاملين شبكة مغلقة للخمسين الف موظف اللي موجودين هناك هم بس اللي يتبادلوا معلومات مع بعض كموظفين او جهات حكومية تتبادل مع بعض مش مرتبطين بالانترنت خالص اذا ضمنت انت مبدئيا كل المتطفلين والهاكرز والكراكرز مايش حيتخل على الشبكة لانه ما عندوش اكسس ما عندوش ايه؟ وسيلة اتصال لها دي اهم نقطة طيب انت بقى وانت عامل الهايلماندا كله عشان تخدم الخمسين الف ولا المية الف لا انت عايز تخدم المية وعصفة مليون مواطن روح تعامل حوسبة اخرى سحابية بابليك عامة اللي مين بقى للمواطنين المصريين في كل حتة من اول الواد الجديد لسينة لجنوب للشمال دول عشان ايه؟ عايز ياخدوا خدمات الحكومة طب الحكومة عملت ايه؟ الحكومة من قبل ما الحكومة ماشية بالتوازي في مرحلة بناء هذا المركز كانوا بيعملوا اعادة هندسة وغربلة كده بالبلد لكل خدمات الحكومة بقى ياخدوا كل خدمة يخلوها مميكنة على الكمبيوتر ويحطوها على السيرفرات اللي قلنا اكتر من الف دولة وعايز يديها للمواطن فانشئ حاجة اسمها منصة مصر الرقمية وقال للمواطن سجل في المنصة اول مرة بس حط رقمك قومي واختار لك كلمة سر كل ما تكون عايز خدمة ده ادخل على المنصة ومجانا دخل رقمك قومي حط كلمة سر حتتفتح لك المنصة اهلا يا استاذ يوسف عايزي عندك مية وسبعين خدمة والله عايزة جدد ترخيص السيارة عايزة جدد مش عارف ايه عندي قضية عايزة احجز في الشهر العقاري كذا ليه بقى دي تحطت حوسابة مفتوحة بالانترنت لان اللي قاعد في الوادي الجديد مش هوصله وانا كابلات دي بقى عامة ودي الى حد كبير ما فيهاش حاجة قوي تخاف عليها ورغم ذلك مأمنها هي متأمنها تماما بس على الاقل ايه مش بيانات الحكومة الاكثر سرية زي المغلقة طيب ده ده موضوع قوي جدا طيب الريس عايز يعملين نهاردة احنا عملنا استثمارات بالمليارات طب ما يا اهل الخير يا شركات قطاع خاص اللي شغالة في مصر ما كنتوا عاملين استضافة لبياناتكم وخدماتكم بره طب ما تجيبوهم عندنا وبدل ما تدفع بره ادفع هنا اولا بقت جوا حدود بلدك لأي يعني يعني اضطرابات جيوسياسية وا 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 بقت جوا بلدك وفي نفس الوقت عندنا احنا هنا نفس الخدمات وربما ارخص يعني اظن زي ده مليون في المية ده مليون في المية طب احنا بنقدم ايه بقى احنا هنا قلنا عندنا سحابة خاصة وصحابة عامة وصحابة خليط جزء منها كده وجزء منها كده جزء البيانات السرية قوي خليها بخاصة البيانات العامة خليها عامة احنا هنا الوقت عندنا خاصة وعامة وخليط طب طبقا لنوع الخدمة بقى هقول لك ايه انت عايز ايه شركة تقول لك انا معنديش سيرفر خالص ومش عايز اشتري اقول له انا هوفر لك سيرفر عندي انا عايز وانا عايز وانا عايز وانا عايز اجيب لك واحد يقول لك انا عايز نظام شؤون الموارد البشرية واحد يقول لك عايز نظام تحليل البيانات واحد يقول لك انا عايز نظام المشتريات نظام المحاسبة نظام خدمة العملاء كل واحد بيطلب امليكيشن انت توفرها له طب انت بتوفرها له وما انت هتدفع ملايين هتقول له اه بس انا بوفرها لك بعمل معاك عقد ان كل خدمة انت بتطلبها مني سعرها كذا سي ان انت مؤسسة عندك الف موظف بديك الف كلمة سر للموظفين بتوعك وديهم اكسس طريق الدخول على البيانات بتاعتك انت الوحدك وحسبك بقى على حسب الدخول والمدة يبقى انا كاني هنا ايه وفرت عليك انت كمؤسسة بدل ما تروح تعمل مبنى وتشتري كمبيوترز وتعيي الناس تشغالها وتجيب اكتر من مصدر طيار كاروبائي وناس لامن سرية المعلومات وتطبيقات وغيرها فانت هتقوت سورس دل المركز ما هو ما هي كده قوت سورسنج لكل الناس بس انا بوفر لكل واحد احتياجاته وبنقول اي باي از يجو بتدفع على قد استخدامك بس بس انا ضمن لك بيئة مؤمنة تماما وكل طلباتك مجاب يمكن انت مؤسسة بادئ بألف موظف بعد السنة سنتين تلاتة باية عشر تلاف موظف بكبر معاك اصغر معاك ما هي بقى هنا ايه في مرونة اذا انت بقى عندك النهاردة مركز في مصر بيخدم الحكومة وتوسعاتها المستقبلية بيخدم المدن الزكية الجديدة كلها بيخدم المسروعات الجديدة اللي عندنا اهم ما يميزه بقى ان في تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الزكية للصناعية ما كانش عندنا طب واحد يقولي انا بستفيد منها ايه انت النهاردة بقت على مستوى المحافظات زي مثلا معالي وزير الصحي لما كان بيقول انت النهاردة بتقدر تعرف من خلال البيانات اللي موجودة في محافظة تقدر تحليلها تقول اه والله المحافظة دي مثلا بعد شرع عليهم فيها غسيل كلا كتير اهم انا اقول اه لا دا محتاجين مركز غسيل كلا صح ممكن محافظة تانية بيعانوا من امراض اخرى دول عاوزين زيادة عدد السرة تم يدول عاوزين كذا بالصبت اذا انت كان زمان بتعمل ايه انت بتاخدها كده بالبركة او تقعد تعمل كشفات وتشوف ايه بياده لا انت النهاردة وعلى فكرة اللي عمل الغسيل كلاوي مثلا في محافظة ممكن بعد شوية يتحسنه يبقى طلباتهم اخرى غير قد تكون لي كده لان انت التحليل البيانات الضخمة دي انت بتتعامل بقولنا ايه اربعين بيتا بيت